طيب مع التجمع اللاعبين كان من امتى المحاضرة بيتسو المسلماني بدأ فيها من الساعة كام؟ اسمع ان دايما بيتسو بيحب يقعد يتكلم وياخد مدد في فترة المحاضرة مع اللاعبة ممكن تستمر لحوالي ساعة ساعة ونصف الكلام للفترة الحالية اكيد كلام مهم جدا التحضير الزهني التحضير النفسي الاجواء اللي عندك في ملعب التيتش وكمان مين النهاردة من اللاعبة موجود في التمرين وجاهز بالنسبة لمرحلة الجاية البرنامج بشكل عام النهاردة وما تابعته النهاردة في ملعب التيتش يا شريف يمكن النهاردة التجمع كان الساعة الرابع عصر والتمرين كان هيكون في الخامسة مساء ولكن مستر مسماني وباقي الجهاز يمكن النهاردة شكل تاني النهاردة رجل جاي مقشر الى حد ما بيسلمش على حد جاي قافل وشه بلغة القورة زي ما بيقوله قال خلاص بقى الفترة اللي فاتت خلاص انتهت في اليوم استعدادا لمباراة قوية جدا شوت تاني مع الوداد يوم الجمعة المقبل محتاج اخش لقاء بتركيز كامل مفيش افراح مفيش احتفالات انا عندي مباراة قوية جدا ما عملتش حاجة انا لسه ما ساعدتش للنهائي لسه خمسين خمسين فرصي ما بيني وبين الفريق الوداد فلازم اركز من اليوم بالفعل ان كانت تمرين كان الساعة الخمسة الساعة خمسة الراجل دخل في محاضرة قال ربع ساعة الى الان انك بتتكلم في نص ساعة بقى نص ساعة لسه في المحاضرة الراجل بادئ المحاضرة بكل قوة مش عاوز الفترة مقبلة هزار مش عاوز ضحك عاوز تركيز كامل لهذه المباراة اللي هيستعد كويس جدا في التمرين هلاقي نفسه بيلعب هذه المباراة كان لقاء مع محمود قهربة قبل التمرين وسألته جاهز في التمرين قال النهاردة بإذن الله هشارك بصفة كبيرة جدا وهنزل أتمرن بإذن الله وأنا جاهز لمباراة يوم الجمعة بإذن الله من خلفي طبعا يمكن بدأت نزول فريق النادي الأهلي ينزل إلى أرض التتش بعد محاضرة استمرت حوالي نص ساعة يمكن الراجل ربع ساعة نص ساعة محاضرة طويلة شوية بيركز على كل تفصيلة ما بيسيبش حاجة للظروف بيتكلم في كل كبيرة وصغيرة ما بيسيبش حاجة ما بيتكلمش فيها وبالمناسبة الراجل بعد مباراة الوداد الأخيرة أمر كل لعيب النادي الأهلي أنه لازم يشاهدوا مباراة الوداد اللي لعبوها طبعا في المغرب وبنذكر طبعا دولة المغرب طبعا على استضافة كبيرة للنادي الأهلي والترحاب اللي قابلوا به بعثة النادي الأهلي وبالفعل هيلقوا ترحيب كبير جدا من لحظة السلم اللي هم وصلوا منذ قليل طبعا إلى جمهورية مصر العربية وكان فيه مندوبين من النادي الأهلي في استقبال البعثة وهيلقوا كل ترحاب شديد بإذن الله من النادي الأهلي ومن كل جماهير النادي الأهلي ويكون قرم ديافة بإذن الله موجود إلى أن نتأهل بإذن الله على حسابهم إلى المباراة النهائية فبقولك مستر موسماني بسيب حاجة للظروف بدأ من مبارح إذا كان أحمد الشيخ أو محمود وحيد اللي بيزاود لهم بعض الأحمال عشان خاطر يجاروا لعبي النادي الأهلي كعربة بإذن الله زم ما طمنتك وقلت لك هيكون بإذن الله لفرص كبيرة جدا إذا احتاجوا مستر موسماني في المباراة أفشى بإذن الله ومروان بإذن الله يكونوا جاهزين في مباراة الجمعة طبعا كلها اختيارات فنية لو احتاجها مستر موسماني بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي ضقة ساعة العمل من اليوم في تركيز شديد جدا إلى المباراة الودادي اللي هتكون يوم الجمعة لسه بعد المران بإذن الله هنعرف البرنامج اللي هيقوله بقى بكرة في تمرين صباحي ولا هيستمر التمارينات الساعة خمسة إلى المعصر اللي هيكون يوم الخميس بإذن الله مرورا طبعا بليلة مباراة الأهلي والودادي المغربية شريف شعبان زميل العزيز ومرسل قناة النادي الأهلي من ملعب مختار التتش إضاحات ومعلومات كثيرة بالنسبة للمرحلة القادمة اتمؤنين من خلاله على حالة كهرباء أفشى طبعا كمان عدد من اللعيبة وجهزين بيتسو مع الفريب بالنسبة للمبراء القادمة بعد العودة من المملكة المغربية والاستعداد لمباراة العودة أخرج لفاصل وبعد الفاصل تريند الأهلي